على بعد سبعة أمبيال بحرية من ساحل مدينة غزة وجد هذا القارب عائما في عرض البحر بعدما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لثمانية أشهر فرحة الصياد نهاد والطاقم بعودة القارب لم تكتمل صادر الاحتلال محتوياته وأجهزة الملاحة وأدوات أخرى ضمن قائمة المواد المحظور إسرائيليا دخولها إلى القطاع وإن توفرت فهي باهظة الثمن لن يستطيع الطاقم القارب الإبحار به من جديد هين وقفين هين يعني ها جبنا اللانش وقفنا روحونا اللانش وقفين اخديني الجبأسات السلك هاي الطرات هدولا بدهم سلك كل لفة سلك بدها 12 ألف شكل 13 ألف شكل العدد عدتين كل عدة بدها 8 ألف 9 ألف شكل جبأسات ثلاثة الجبأس أبو 500 شكل هل قيتها من لقهوش بألف دولار في المقابل ثمت عشرات القوارب التي ما تزال محتجزة ونادرا ما تعيد قوات الاحتلال بعضها وذلك بعد ضغط مراكز حقوقية وقانونية لاسترجاعها من العام 2020 وحتى الآن الاحتلال أيضا صادر العشرات من مراكب أسالين فقط خلال العام الحالي حتى الآن الاحتلال صادر 20 مركب أعاد أربعة مراكب تبقى خلال العام الحالي 16 مركب لدى الاحتلال بمعنى أن الاحتلال يدمر المحركات يدمر معدات الصيد يصادر المراكب يكسرها في ميناء زدود يخزنها بظروف تعيسة رغم كل هذه المخاطر والاعتداءات والأضرار المتراكمة لا يجد نحو أربعة آلاف صياد مفرا من الاستمرار في هذه المهنة لتوفير قوة عائلاتهم في ظل البطالة ومعدلات الفقر المرتفعة بالقطع قل ما تنجو قوارب الصيادين من اعتداءات قوات الاحتلال من احتجاز وتدمير وإطلاق نار وقد ينتهي بها المطاف هنا فيما يسميها الصيادون بمقبرة القوارب صالح النطور العربي قطاع غزة